أصعد حدة التوتر بين الهندي وباكستان بعد انفجار بولواما والذي راح ضحيته ما يزيد عن الستين جندي هندي حيث وجهت نيودلهي أصابع الاتهام لباكستان بشكل مباشر الأمر الذي نفته باكستان بشكل قاطع نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى الاستقرار وأنا أعرض مغادرة للحكومة الهندية بأننا مستعدون للتعاون بشكل كامل في التحقيق وراء الهجوم ومع استمرار تهديدات يدلهي لإسلام بعد اجتمع مجلس الأمن الباكستاني لمناقشة هذه التهديدات ما دفع الحكومة الباكستانية إلى تفويض الجيش الباكستاني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضوء الأخضر والتحرك الفوري للرد على أي اعتداء هندي نحن لا نسعى لأي تحرك عسكري لكننا نملك كامل الحق في الرد على أي اعتداء نحن لن نبادر ولكننا سنرض حال وقوع أي هجوم ويرى مراقبون بأن هذا التصعيد من قبل الهند يأتي بمثابة رفع رصيد رئيس الوزراء الهندي مودي الذي سيخوض الانتخابات العامة المقبلة تتسارع وطيرة الاتهامات بين البلدين وما يخشى هنا هو دخول الهندي وباكستان في حرب سيكون لها تداعياتها على المنطقة بأسرها إسماعيل مطر الغد إسلام أباد ترجمة نانسي قنقر